الدول الكبرى تتخاصم فيما بينها ولكن عندما تأتي الشركات الاقليمية لا تتنازع فيما بينها على الشريك الاقليم. طيب اشكر. لذلك قد تتنازل الولايات المتحدة عن تركيا لصالح روسيا ولصالح دول اخرى. ولكنها وكذلك ايضا تتنازل الصين عن دعمها ليس فقط الى ايران. و ايران كذلك قد تتنازل عن حلفائها من اجل ابرام اتفاقية. احنا معدنا قمة قادم في القمة القادم ستجري مصالحة بين السعودية وبين ايران. تعرف ليش؟ لان احدى اشتراطات دخول ايران الى منظمة شنقهاي هي مسألتيا رفع العقوبات وهذا ما سيحصل في حوار فيينة. ايه. وتطبيع العلاقات اقليميا مع الشريك والحليف للولايات المتحدة السعودية. وهذا الامر سيحصل ستوقع ايران الاتفاقية في اتفاقية فيينة للتسوية جديدة في اتفاق خمسة زائد واحد جديد مع الولايات المتحدة. وستطبع العلاقة مع السعودية حتى تدخل في منظمة شنقهاي. بالمقابل السعودية ستدخل وين؟ ستدخل في منظمة ميسا او منظمة الشرق الاوسط شنقهاي هي اتفاق اوراسي اقتصادي امني. منظمة غاز شرق المتوسط هي امني اقتصادي. الامني وان يكمل؟ يكمل في تكامل الجيش المصري العراقي الاردني كرامن للتحالف الاقتصادي الذي يحصل بين الخليج وبين الاراق وسوريا ولبنان وحتى فلسطين. ثم فتح جبهة متعددة. يعني قد تناور ايران وتتفق مع طالبان. ولكنها لا تستطع ان تتفق مع داعش. وداعش من يمثل هذه الجبهة؟ من سيمثل هذه الجبهة؟ في ابرانستان. التي تشاغل ايران. في ابرانستان؟ نعم مع ايران لاحظ قد قد يحصل تفاهم لتهدئة الاوضاع بينها وبين طالبان. ولكن لا تستطيع ايران ان تتفاهم مع داعش. فضلا عن ان طالبان بندقية ما اجي وراء. بمجرد ان يستقر لها الوضع. سيكون الوجه الان اللي تتبنى من اجل التطبيع ومن اجل تهدئة الاوضاع. لانها تحت الضغط الدولي وتحت نظر الاعلام الدولي. هي تجامل. ولكنها دخلت الى المناطق الشيعية وعادت نزع الرايات وما لذلك. ومارست بعض الاستفزاز للطائف الشيعية في افغانستان. وهذا كما قلت سيشكل دافعا لعودة الافغان الذين يقاتلون خارج الحدود سواء كانوا في اليمن او في سوريا الى بلادهم. ومن جهة اخرى ستتقد ازمة جديدة. ولن تسلم الحدود الايرانية الافغانية من المشاغلة والتعرض. والمشاغلة عسكريا ستشغل الايران في جبهة خطرة وحساسة كالجبهة مالكالستان بحث وقت اشتركوا في القناة